القصاص وهم الذين يأتون بالقصص وبالأحداث وبالأخبار وما تكلمت في هذا الموضوع إلا لأني رأيت الكثير بل لا يخلو يوم من الأيام إلا وهؤلاء يأتون بأشياء تخالف العقيدة ولربما لما ملِّحوا من قبل كثيرٍ من الناس إذا بهؤلاء ظنوا أنهم علماء ودخلوا في العقيدة فأتوا بالطوام ودخلوا في التفسير ودخلوا في الأحكام الفقهية إلى ما إلى ذلك اسمع رعاك الله إلى ما قاله الشرع والسلف من هذه الأمة عن هؤلاء في مسند الإمام أحمد والطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال معنى هذا الحديث والله أعلم أنه لا يقص للناس إلا من كان أميرا فإنه ليس له ما يدعوه إلى الزيادة أو النقصان في قصصه أو مأمور يعني آمره الحاكم بذلك أو مختال وهو الذي يريد أن يكون له قدرٌ وشأن ولذلك ضبقت أو مختال مع أن رواية الجمهور مختال وعند الدارمي أو مراء في الآداب الشرعية قال رأى عليٌ ابن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً يقص في المسجد وصحح إسناده ابن مفلح فقال له يا هذا ماذا تفعل قال أقص قال أعرفت الناسخة من المنسوخ يعني ألديك علومٌ شرعية تعرف بها الجائز من غير الجائز الناسخ من النصوص الشرعية من المنسوخ قال لا قال فاذهب فإنما قمت لي قال هذا فلان ابن فلان فأعرفوني وجاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما بل ذكر أبو بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع وهذا كتاب أثنى عليه علماؤنا فيما يخص البدع ويستشهد بكلامه علماء نجد كما في الدرر السنية وكذلك استشهد بكلامه الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا ابن باز وأثنى الشيخ صالح الفوزان على هذا الكتاب الحوادث والبدع في الطرطوشي فيما يخص التحذير من البدع الشاهد أن تميم الداري رضي الله عنه قال لعمر ائذن لي أن أقص فقال له لا اذهب فإنما قلت هذا من أجل أن يقال هذا تميم الداري فاعرفوني لما لأن القصص هي أسرع ما يظهر ابن آدم كما سيأتي معنا من آثار بإذن الله عز وجل الإمام مالك رحمه الله كما في الحوادث والبدع للطرطوشي أنه كره القصص في المساجد وقال إنها من البدع سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يلفى يعني يلقى يلقى ابن عمر رضي الله عنه خارجا من المسجد فيقال له ألا تدخل فقال رضي الله عنه ما أخرجني من المسجد إلا قاصكم هذا كما ذكر الطرطوشي في كتابه البدع أن أبا أدريس الخولاني ماذا قال والله لأن أرى نارا في المسجد تحرقه خيرا من أن أرى قاصا يقص في المسجد قال أبو التياح كما في الحوادث والبدع للطرطوشي قال أبو التياح قلنا للحسن رحمه الله أنا عود مريضا أم نجلس عند قاص قال عود مريضا فقلنا أن أشيعوا جنازة أم نجلس عند قاص قال شيعوا الجنازة قلنا أنمشي في حاجة أخينا أم نجلس عند قاص فقال رحمه الله اذهبوا في حاجة أخيكم قيل لمحمد بن سيرين التابعي قيل له ألا تقص فقال رحمه الله لا يقص إلا أمير أو مأمور أو أحمق وإني لا أريد أن أكون أحمقا ذكر ذلك أيضا أبو بكر الطرطوشي في كتابه للبدع قيل لسفيان الثوري أن أستقبل القصاص بوجوهنا فقال رحمه الله قال ولوا البدع ظهورك قال أبو بكر رأيت أبو الحكم وهو سيار قال رأيته خارج المسجد عند بابه يستاك وقاص يقص في المسجد فقيل له ألا تخشى أن يراك الناس عند باب المسجد وهؤلاء يذكرون الله عز وجل فقال رحمه الله أنا خير مما هم فيه أنا في سنة وهي سنة الاستياك وهم في بدعة قال الأعمش الأعمش دخلت مسجدا فإذا بقاص يقص وإذا به يقول حدثنا الأعمش وحدثنا الأعمش ويقول كذا وكذا فيقول فجلست في وسط الحلقة ورفعت إبطي وجعلت أنتف شعر إبطي فقال هذا القاص ألا تستحي يا شيخ أترانا في علم وتفعل هذا الفعل فقال الأعمش رحمه الله قال والله إني لخير مما أنت فيه يا كذاب إني في سنة وهو نتفو الإبط وأنت في كذب تكذب علي وأنا الأعمش قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ناقرا عن الإمام أحمد رحمه الله قال ما أكذب السؤال والقصاص فقيل له أتحضر مجالسهم وهم يذكرون القبر وغير ذلك فقال لا أحضر مجالسهم الحسن البصري لما سئل قيل له لماذا هذا قولك في القصاص لماذا أغلطت القول فيهم فقال لأنهم يزيدون وينقصون ويخلطون يأتون بالخلق يأتون بالزيادة يأتون بالنقصان وهذا ما نعني في مثل هذه السنوات نجد أن طوام من العقيدة أتي بها واعتدي على التوحيد واعتدي على الأحكام الشرعية بسبب ما يفعله بعض هؤلاء مما يخلطون ويزيدون وينقصون لأنه لا علم شرعي عندهم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما أذكره عن علماء السلام كما عند الطبراني من حديث خباب في إسناد حسن ورجاله رجال مسلم ما عدل أجلح الكندي وهو صدوق والعبرة بالرواية في الصدق وقال الهيثمي في مجمع الزوائد أكثر الناس على توثيقه وله طريق آخر من طريق البزر الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وأتت رواية بالتقديم والتأخير إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا يعني لما كثرت القصص عندهم أتهم الهلاك في دينهم قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصريحة معلقا على هذا الحديث وهو من المعاصرين رحمه الله قال وهذا ما عليه غالب القصاص في هذا الزمن يأتون بالمواعظ والرقائق والقصص والأحداث ثم قال ونسأل الله العافية هذا كلام إمام من المعاصرين حول هؤلاء جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى إلى عمر وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية أن رجل أتى إلى عمر من قرية فقاله إنما جئت لأسألك عن ثلاث قال والثالثة قال إنهم يقولون لي قص لنا فقال عمر رضي الله عنه ما شئت قال إنما أريد قولك فقال رضي الله عنه لا تقص فإنك إن قصصت وجدت في نفسك أنك أفضل منهم ثم إذا قصصت مرة أخرى إذا بك ترى نفسك أنك أعلى منهم كعلو الثري ثم إذا بهم يوم القيامة يضعون أقدامهم على رقبتك قال ابن عقيل كما في الآداب الشرعية لابن مفلح قيل له إن هناك أناس يقصون ويتحدثون ويذكرون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفقهون معناها فقال رحمه الله هؤلاء وبال على الشرع جاء عند ابن مبارك في الزهد بإسناد صحيح قال ميمون ابن مهران القاس ينتظر المقتى من الله قال العلماء لأنهم يزيدون وينقصون فيما يذكرونه من أخبار وورد هذا مرفوعا القاس ينتظر المقتى وورد هذا مرفوعا عند الطبراني عن العبادلة الأربعة ابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن عمر ابن العاص وعبد الله ابن الزبير لكنه وهو عند الطبراني حكم عليه كثير من العلماء بأنه حديث موضوع إنما الصحيح إنما الصحيح أنه من قول ميمون ابن مهران ليعلم أن ما جاء من حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن أجلس في مجلس فيه قاص خير لي من أن أعتق أربعة أنفس هذا الحديث ضعيف ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم وليس به مجح لهؤلاء بل إنه ذكره البيهقي في سنانه من أن المذكور ليس قاص وإنما هو قام وعلى كل حال فلا يصح هذا ولا يصح هذا ما ورد عن الحسن أنه قيل له لما جلس مجلسا به قاص قيل له ألا تتكلم فقال ما تكلمت إلا إجلالا لذكر الله عز وجل معنى هذا القول أنه رحمه الله لأنه مر معنا شدة كلامه على هؤلاء قال إنما سكت في هذا المجلس لأني لا أريد أن أزعزع عظمة ذكر الله عز وجل شكرا للمشاهدوه للمشاهدوه